كيف حالكم أصدقاء ومتابعي قناة استسمر عقلك بهذا الفيديو راح نحكي سريعا عن الـ XRP أيضا راح نحكي عن الـ Bitcoin هل ممكن تكون الـ XRP هي شرارة الانطلاق لسوق العملات الرقمية؟ راح نحكي عن أهم الأمور يلي بتخص قضية الـ XRP أيضا المناطق المتوقع زيارته وأهم المناطق يلي لازم تركز عليها إذا أول مرة بتشوفني بتمنام لك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أيضا تركنا تعليق على الفيديو ممكن تكون أحد الرابحين مسابقاتنا اليومية خلينا نتقل للتفاصيل عملة XRP أصدقاء كلنا منعرف أهمية القضية يلي عم تخوضها ضد هيئة الأوراق المالية أهمية هاي القضية ليس فقط للـ XRP بل لسوق العملات الرقمية بالكامل ويلي بيدعم نظرتنا هو تقرير لموقع CoinDesk بيقول بهذا التقرير هذا أنه ارتفاع الفوليوم على عملة XRP وأنه ممكن تكون عملة XRP شرارة لانطلاق سوق العملات الرقمية إذا فازت بالقضية ضد هيئة الأوراق المالية خسارة هيئة الأوراق المالية قضيتها مع XRP هذا يعني أنه موقف ضعيف بكافة القضايا 800 مليون دولار فوليوم أعلى فوليوم بيكون على XRP تقريبا من سنة أيضا إذا منشوف التقرير الثاني بيقول أنه فيه فوليوم قوي جدا دخل على عملة XRP قادم من كوريا الجنوبية هلأ إذا منسأل مؤيدين XRP بيقولهنن أنهم بيشوفوا موقف XRP قوي بالقضية لكن بنفس الوقت مؤيدي هيئة الأوراق المالية بيقولهنن أنه هيئة الأوراق المالية موقفة قوي خلينا نشوف هالتصريح هذا لجيم كيرمار بيقول هو أنه بيتوقع XRP تخسر القضية طبعا هالشخص هذا أنا للأمانة ما بحبه أبدا إذا منشوف تصريحه بالأسابيع يلي سبقت انهيار بنك سيليكون فالي قبل انهيار بنك سيليكون فالي حكى هو أنه بيدعو المتابعين يشتروا سهم بنك سيليكون فالي قبل أسابيع فقط من انهياره وكلنا شفنا السهم كيف نهار يعني للوهلة الأولى بتشوف أنت أنه هي عملة شيت كوين بتفكر أنه هذا الشرط عملة شيت كوين نهار انهيار كبير جدا هذا الشخص كان عبيدعو متابعينه قبل أسابيع بشراء أسهم بنك سيليكون فالي إذن للأمان الشخص هذا أنا ما بحبه أبدا بيقول هو أنه ممكن الـ XRP تخسر القضية وأنه هاي القضية ليست قضية بايننس أنه بتختلف اختلاف عن قضية بايننس لكن هو بتتوقع أنه تخسر القضية إذا أنت حابب تدخل بالـ XRP بدك تتحمل المخاطرة يلي ممكن تصير على الـ XRP طبعا حسم القضية رح يكون بالنصف الثاني من سنة 2023 يعني متوقع بالأسابيع القادمة ممكن بالأسبوع هذا ممكن بالأسبوع القادم المهم بالأسابيع القادمة خلال النصف الثاني من 2023 رح تحسم قضية XRP في حال خسرت القضية من المتوقع أنه عملة XRP تنزل لمستويات 25 سنة لكن أنا كرأيي الشخصي بتوقع أنا عملة XRP تكسب القضية بنسبة 70% إذن إذا ربحت XRP القضية عندها منطقة مهمة المنطقة هاي بتتمثل بها المستطيل هذا المستطيل يلي بتراوح من الـ 58 سنة للـ 55 سنة إذا عملة XRP أقفلت أعلى بتوقع أنه يكون عندنا هدف بالأسبوع القادمة هو مناطق الـ 80 سنة الـ 80 سنة أصبح هدف واقع لعملة XRP في حال تغلبنا هالمنطقة مع العلم أنه كانت منطقة مهمة جدا منطقة قيعان سابقة في حال XRP أقفلت أسبوعي على هالمنطقة هاي عندنا أول هدف هو منطقة الـ 80 سنة للـ 88 سنة ثاني هدف هو منطقة الدولار و 20 سنة إذن بدك تدخل بهالمناطق بدك تعرف حجم الخطورة يلي أنت فيها بدك تراهن دائما الأشخاص الأكثر جرأة هنن الأشخاص الأكثر ربحا أفضل منطقة أنا بيرأيي للدخول عملة XRP تقريبا تتراوح بمناطق 49 سنة للـ 50 سنة مع وضع ستو بلوز أسفل مناطق 45 سنة إذن هاي صفقة أنا بتوقعها جيدة لعملة XRP مناطق 49 للـ 50 سنة مع وضع ستو بلوز أسفل 45 سنة XRP من المشاريع القوية جدا من المشاريع القديمة في داخل سوق العملات الرقمية تأسست عملة XRP من 2012 إذن عملة XRP قوية لولا القضية المرفوعة من هيئة S-E-C لحنا عنا منطقة تجميع امتدت لسنة كاملة داخل هالمنطقة هاي محافظين لحنا عدعمة لـ 30 سنة للأمانة شرط جيد جدا لكن المتحكم فيه هو الأخبار إذن في حال XRP بالأسبوع القادمة ربحة القضية عند هدف 80 سنة عند هدف $20 نجاح XRP بالقضية هو نجاح لسوق العملات الرقمية وممكن يكون شرارة الانطلاق لسوق بأكمله البيتكوين أصدقاء حكينا عليه يوم أمس حكينا يوم أمس أنه أقفال إيجابي وبالفعل أول ما أقفل البيتكوين شفنا اليوم التالي شفنا ارتفاع بالساعات الأولى ضربنا فيه مستويات 29 ألف خلينا نشوف الشارت هذا أنا الشارت هذا رسمته وحكيت لكم لما كنا بها المناطق كنا بمناطق تقريبا 28 ألف حكيت لكم فنيا البيتكوين متوجه لمناطق 29 ألف 29 ألف بالضبط حتى في بعض الأشخاص دخلوا صفقات فيوتشر وتشكروني لاستهداف هالمنطقة هاي بصفقات الشورت من المتوقع أنه يحدث مننا الإنعكاس وبالفعل حدث مننا الإنعكاس وحابب حذركم أنا أصدقاء الأرقام يلي بيحكيها والتحليلات يلي بيحكيها ما بتمنى أنك تعتمد عليها لصفقات فيوتشر هي فقط تحليلات للأشخاص يلي عبيت داولوا سبوت بالفيوتشر لازم تكون أكتر حذر هذه هي المنطقة يلي حددناها وحكيت أنا الأشخاص يلي خارج السوق بنصحكم أنا تنتظروا الأقفال أعلى مناطق 29 ألف إذن بالضبط هاي هي الرسمة يلي رسمناها أما هبوط أو صعود من مناطق 29 ألف وبالفعل صار في عنا رفض جدا قوي وصار في عنا تصحيح وهذا أمر طبيعي إذا منشوف البيتكوين على فريم اليوم شكلنا بول فلاق وشفنا بداية كسر للبول فلاق إذا لحد الآن البيتكوين إيجابي بتوقع أنا نستمر بضرب مناطق 29 ألف حتى يحدث الكسر وإن شاء الله في حال الكسر هدفنا مناطق 32 ألف إذن أنا إيجابي بالبيتكوين طالما لحنا أعلى مستويات 27 ألف إن شاء الله هيك وصل نهاية الفيديو بتمنيننا لعجابكم خلينا نتقل للفيديو السابق حتى نعلم اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقائي اللي عملناه يوم أمس رح ناخد رابط الفيديو بعدها نتوجه لموقعنا اللي مناخد منه التعليقات في شكل عشوائي رح نحط رابط الفيديو نشير التعليقات المتكررة بعدها نشوف كم تعليق كان عنا على الفيديو عنا تقريبا 181 تعليق خلينا نقول باسم الله وناخد معنا اسم الرابح هذا هو اسم الرابح بتمنى يتواصل معي أصدقاء حتى يستلم جائستو إلى اللقاء